شوانس عبد الحميد من غربة سيارتك المسؤول هنا عن كل ما له علاقة بالكهرباء وبالاتصالات يعني ايه ان العالمين الجديدة هتكون مدينة من الجيل الرابع او مدينة زكية مدينة زكية او مدينة من الجيل الرابع اللي احنا اي بحث او اي تقدم في العلم يبقى لخدمة المواطن فاحنا هنا بدأنا من الاخر الموضوع فبدأنا من الاساسا من الموضوع البنية الاساسية الشبكات البنية الاساسية استخدمنا فيها اعلى تكنولوجيا موجودة للمعلومات والاتصالات على اساس الشبكات الخارجية كلها بتبقى شبكات فيبر فيبر جلس دعوية في الدوائية بتعني كذا حاجة منها ان سرعة النت بتبقى فائقة السرعة هي مش الموضوع نت بس هي الموضوع مش نت بس الموضوع بنركز فيه على النت وعلى كاميرات المرأبة كموضوع امني موضوع اعلانات فيه سمارت بولز بتتعامل في المدينة كلها يعني اعمدة زكية في المدينة كلها المسافة بينها وبين بعض مسافة 125 متر 250 متر المقصود بينها تغطية المدينة بالكامل كاميرات وكشاشات عرض وكخدمة للمواطنين يعني خدمة للمواطنين خدمة المواطنين يعني اماكن التجمعات اللي هي موجودة يعني مثلا في محطة السكة الحديد الميادين الرئيسية وحيكون في محطة السكة الحديد في العالمين ولاته بتخططه للمستقبل للمستقبل معظموط بحيث ان المواطن العادي في اي مكان يقدر يحصل على المعلومات اللي هو عايزها بطريقة سالسة وبسيطة جد وعندك الشبكات اللي هي الداخلية التانية اللي هي بتاعة المباني بنوفر فيها اللي هي موضوع برضو فيبر كلها شغالة فيبر بنوفر فيها موضوع النت وبنوفر فيها نظمة اللي هي التلفزيون برضو الزكية وبنوفر فيها أنظمة الانترقام أنظمة التلفزيون الزكية اللي هي الكابلز يعني؟ لا اسمها IR نظام جديد حديث بيبقى يشتغل عليه على النت برضو والكلام من ده كويس بيشتغل ايشتغل التلفزيون على الانترنت الانترنت بنعمل مراكز مراكز تحكم اسمها COC دي مسك حاجات اللي هي لأنظمة المرافق أنظمة المرافق زي الصرف الصحي المياه الكهرباء الاتصالات كل حاجة بحيث اللي هو المواطني يبقى معاه كارت في الآخر يعرف منه استهلاكه ويعرف يسدق فلوسه ويعمل كل حاجة وفيه الانظمة بتاعت حاجة اسمها التريبل سي بتبقى نظام مراقبة برضو بس امني يتحكم في الكاميرات ومغطي الموضوع امنيا كله وفيه موضوع ابراج هواية بتتعمل نظام لاسلكي غير اللي هو النظام السلك اللي هو الفايبر العدي عشان نقلل فيه برضو التكلفة اللي هو الخطوط السلكية والكلام من ده وهنغطي به المدينة من ناحية الامنية ومن ناحية الاعلانات وهيستعرض اي حاجة هتبقى موجودة على الشبكات عندك واي حاجة موجودة بالنسبة للمواطن العادي على الكارت اللي معاه وفيه كنترول روم واحدة في الآخر فيه غرفة تحكم الكترونية واحدة في الآخر لها كل علاقة فيه واحدة خاصة بالموضوع اللي هي الشبكات اللي هي المرافق بصفة عامة وفيه واحدة مركزية بتتحكم في المرافق وتتحكم في الشبكات اللي هي العامة اشتركوا في القناة